اولا بالخصوص انا في منطقة اليوم انا في سلاة وسلاة عندي واحد طرف كبير منها لان الوليد الله رحمه كانت سلاوية اغتنم هذه المناسبة اولا ماذا انا هنا فرغبات وفصلة بش انهني وفريق الجيش الملكي على البطولة ديالو انهني والجمهور المغربي عامة وشفنا الاجواء في اندازه جميع المقابلات الباح وكيف شداز دكشيف واحد النقاف واحد الحفلة وهذا الشيء كيف يفرح وكيف يبين بان الافاق دين شاء الله ما ينتظرنا في الفين وثلاثين الى توفقنا سيكون مغرب آخر ان شاء الله هذه منطقة جد مهمة تقريبا 15% من القيمة المضافة من الباب الناسيونال لديها مشاريع التي هي كبيرة لديها مشاريع التي في خنطرار لديها الحمد لله فنادق التي نرى فيها تزاد يعني شهر عن شهر استثمارات التي هي كبيرة سوف يكون فيها ان شاء الله يعني أكبر سياشي في القارة الإفريقية في فيت ألف ومئة سرير يعني في هذا المنطقة في أفوق الفين وستو عشرين كي لازونة انديوسترية لديها منطقة الصناعية التصريع الصناعي التي في تلقات الحكومة في بولقنادل هناك عدد استثمارات الإشكالية التي تكلمت عنها التي سوف نربط الحوض والحوض والحوض والأبرقاق وقد سوف يكون تحطي لتعطيل هذا حل كبير للساكنة الأرباط وكذلك الطرف من الساكنة لتضع البضاء لكي تكون استدامة الماء إن شاء الله يعني برامج دولة برامج دولة يعني كل ما جاء وكل ما بدأ وكل ما يجب أن يكون عشر سنين قبل ولكن من سبعة شهور سيكمل إن شاء الله وهذا يجب أن كان دينامية لأنه كان كان مناطق قراوية كان مناطق فلاحية كان مناطق سياحية كان مناطق تجارية و فيها الاستثمارات كل واحد في نجاح زروف المسؤولية اليوم واليوم يمكن مناطق القراوية في المناطق القراوية صعب لأن لم يكن الأمطار لم يكن في الوقت ولكن إن شاء الله سيأتي في الوقت والخير في الوقت و نحن في واحد الاستمرار خمس سنين سنوات سترى الخير سترى سترى مع المواطنين وتعاون مع المواطنين إذا الحمد لله منطقة غنية برجالها ونسائها بالاشتغال على واحد العدد المشاريع توم الأحرار يعني جبتوا أصوات تبارك الله كبيرة في المنطقة تقريبا أنا حسبت 45% من على حسب الكلام الذي قال السي الطالبي هي ترجع الأحرار موجودين مقوة في الجهة موجودين كذلك يعني عندكم العمدة الربات وهذا شيء جميل لهذه المدينة الجميلة التي نرى الحمد لله كانت زيان نهار على نهار ونرى ضيوفنا الكرام التي يأتي ويقولون على الغباط ومسؤوني الكبار حيث بلت مستوى الغباط في مستوى World Class يعني مستوى الذي هو عالمي الحمد لله فضل مجهودات صاحب الجلال الله وكذلك بفضل المرافقين له لا هما سيد الولي ولا السيدة العمدة ولا الناس الذين يعملون كل يوم إذن لديكم نتائج إيجابية والذين يجبون تحفظون أنا كانت توقع أنه تعملوا وعندكم العمليات اليومية لا يمكن إخوان والأخوات يكونوا متفقين على كل شيء ولا يجب أن يكون نقاش ولا يجب أن يكون حواء ولا يجب أن يكون شوية هذه لا يجب أن تفق لها ولكن ولكن هذا يجب أن يكون في الحدود الخدمة المواطن لا يجب أن يكون لا يجب أن يكون لديهم 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 أو تفق لديهم لديهم لتحميهم المواطن ويغضيهم في العمل إذن نحن نتبع ما تقوم به هذا الجهة نحن نتقنون ورى النتائج التي تتكلم عليها السيد الطالبي وهي جد مشجعة يعني جميع المدن جداد والمدن جداد التي الحمد لله توفقت فيهم في المنطقة والنكيبيا بأنه الجديد الحزب بقى المعقول الحزب بقي واضح المواطنين أغرص أغرص الحزب بقى موجودة الحمد لله لن نعلاش لأن عندكم حكومة تشتغل عندكم حكومة رغم وهذا ما قلت لكم وسمعتوه أنه يريدون أن نرى هذه المشاكل الصباح وعشية ولا نرى في المستقبل ورغم هذا نرى المشاكل الصباح وعشية و أشياء عالجهم و ورغم نعمل معهم والمليار الدولار والعشرار المليار الدهام الذي يدرنا كم شروع في وزارة الفلاحة لكي ننمي الفلاحة لكي لا يبقى الغلاف في السنوات يعني المقبلة لكي نتابع المنتوج دينا هذا هو دي لكل صباح و دي لكل عشية لأن المواطن الذي يشوف يمشي شري يعني شيء شيء في السوق ولكن مغفلنا مغفلنا على الأهم الأهم هو الصحة للمواطنين و ما هي المشاريع التي تدات و الف و خمسمائة دي سبونسير التي ستتعمل كلها يعني بطريقة أوب يعني مستوى أوروبي كبير لكي تدخل المستوصف تلقى فيها الممريض وتلقى فيها الإيكوغراف وتلقى فيها الطبيب وتلقى فيها الإمكانيات والقدار يستقبلك سيد العمدار كانت معنا لقد شنا من الأوائل هنا في المدينة ديالاريباط وهذا شيء يعني ما هو إلا جد إيجابي التعليم أولي أو التعليم العالي من الأولويات دينا سمعتوني ذكرنا في البرلمان على الريفون ديال التعليم العالي وكيف يمكن أن تبدل حياة طالب كيف يمكن أن تزيد به الأمام كيف يمكن أن تخلقوا عليه الأبواب من السنة الأولى وتعطيه الحد الأول والحد الثاني والحد الثالث حتى يكون صالح للمجتمع ويقدر أنه يدامج في سوق الشغل شفتوا أنه كذلك في ميدان ديال الشغل يعني لشاط بان بيستيسمون عملنا لشاط بان بيستيسمون دوزن ستة وسبعين مليار ديال الدهم ديال الاستطماف آخر الجنة اللي كانت اللي هي الجنة وعننا مشاريع اللي هي كبيرة لأن المغرب بفضل الحمد لله التوازنة اللي فيه بفضل يعني اتقل للناس كي تيقوا في سيدنا ويعني وفي الملكي يدينا وكي تداموا ما ديال الاستمرارية ديال المشاريع لأنه حنا معمرنا ما بليجينا من فينا المشاريع اللي كانوا قبل منه اشتغلوا بيهم ونحن فرحانين أنه المشاريع اللي غادي نعملوا اليوم بقينا ولا ما بقيناش في الفين وستة عشرين ولا اسبعة عشرين ولا اثنين وثلاثين تقاو المهم يعني الحمد لله أنه سيدنا هنا الله يطول ليها العمر غادي كم المشاريع المشاريع غادي تكمل وغادي تزيد الأمام لأنه مشاريع يعني في صالح المغربة في صالح الشباب ديالنا في صالح تشغيل وتقوا فيها أنه الأمور السنة اللولة ديالنا ما كانت سهلة لكم عفتوا والسنة الثانية ما كانت سهلة ولكن الحمد لله هذا الاستثمارات اللي عملنا وهذه الرؤية وبقينا في سكا ديالنا وعرف الأولويات هنا تخاصي الكب ستجد أن ترى الآن من بعد ما كان الكوريد وكان الحمامات مزدودين وكان الكار ما تقدرش تطلع فيه واحد العدد ديالنا كان نسوا شوية شوية الله وشوفوا كيف كنا عايسين الحمد لله الآن الاقتصاد ديالنا كيتتحول كينفاتح كينواح الحركة كينواح الدينامية في الأسواق بدأت الأمور كاتميتو كينواح العدد ديال الاستثمارات اللي كي يضحوا هذا الشي من بعد الكوفيد يمكن نقول لكم بأنه يمكن فيه خير لبلاد لأنه واحد العدد ديال المستثمارين كي يقربوا من الأسواق اليوم باش يديوا الاستثمارات ديالهم اللي هما كانوا بعاد وهذا الشي غدي نقفو عليه عندكم حكومة فيها أغلبية منسجمة فيها وزراء اللي هم في المستوى عندكم كذلك أغلبيتكم في الجهة ديالكم اللي هي متكاملة كنت طلب منكم باش تحافظوا عليها باش يعني كل واحد يدير شوية ديال الصبر في الوقت دياله باش تنجحوا هاد الالكسperience هاد التجربة اللي هي يعني رافاريدة وإنما الاخر ديال هاد قالوا هاد قالوا هاد قالوا هاد كله هذا كله لا ننسوا بأنه جوج المليون ومئة ألف ديال الأصوات التي سوطوا عليكم باش تكونوا في هذا اللي سمعتم سأكون هناك واحد السيد اللي يتكلم سأكون هناك بالكلام ولا بتشويش ولا هذا سأكون ننسوا جوج المليون ومئة ألف دياله وإلا بقتوا في هذا المعقول ديالكم وإلا بقت الأياد نظيفة إياكم وإياكم الأياد خصت تبقى نظيفة إلا بقت الأياد نظيفة وكلكم يعني ستعاونوا معنا ستشوفوا بأنه الأصوات بقى في بلاستها وبقى كتسنكم وإنما امتقن بأنه فحت العدد فيكم وإنما سأكونوا في 2027 يعني في الكمين أنا أمتقن بأن الأغلبية فيكم سيبغي عودة يرجع معنا كي اللي ما بغاش يرجع معنا هنا في الصال لا ديجا أنه كلكم إن شاء الله ستكونوا متحمسين باش تطلعوا في القطار من جديد ديال التجمع الوطني الأحرار وبأنه واحد العداد ديال الحمد لله واحد بعد المسائل لما كنا نشتفقنا فيها بحال النساء بحال هذا سنصلحوا في المستقبل إن شاء الله وكون لكل مرأة وأنا دائما كنقولها وكنفتخر بأن المدل الكبار ديال بلاد ناغبات والضل بضع فيها نساء تجمعيات يقومنا بالواجب وكنشجعهم ونتمنى لهم التوفيق شكرا لكم شكرا لكم